موجز الأخبار المحلية مع فاري سعيد عشر الأوسط 14.50 آم مروى تسعى من خلال مؤتمر دافوس لتشجيع الاستثمار في كيبك اللبنانيون هم الأكثر استهدافا في تحقيقات وزارة المواطنية والهجرة فرانك زامبينو مجددا أمام لجنة الشربونو أسعدتم صباها غادرت رئيسة وزراء مقاطعة كيبك بوليم مروى أمس إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في دافوس وأعلنت في مؤتمر صحفي أنها ستلتقي المسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية لتشجيعهم على الاستثمار في كيبك في مجالات الطاقة النظيفة والموارد الطبيعية والغذاء كما ستشارك في طاولة مستديرة حول التعديل وستشمل زيارة مروى باريطانيا حيث ستلقي خطابا في غرفة التجارة في لندن للتعريف عن الوضع الاقتصادي ومجالات الاستثمار في كيبك وفي مارد ردها على زعيم المعارضة جو مارك فورني الذي اتهمها بتسويق نزعة الاستقلالية مع رئيس وزراء سكوتلندا قالت انها تريد بناء علاقات متينة مع سكوتلندا كما فعلت سابقا مع بافاريا وان وجهات النظر السياسية تتقارب في بعض القضايا بما في ذلك التوصل الى الاستقلال وحول مستقبل التعليم العالي قالت انه سيكون هناك قاعدة جديدة لاعادة تمويد الجامعات مع الاخذ بعين لاعتبار الاوضاع الاقتصادية والموازنة العامة دون التأكيد على دفع مبلغ 1.7 مليار دولار تاركة الامر لمستقبل النمو الاقتصادي في البلاد وفي اطار اخر رفضت مروى اية مسئولية عن استقالة جيرار ترامبلي وانها لم تجبره على الاستقالة وهو من اتخذ القرار بنفسه وانها كانت ستحترم قراره لو اراد البقاء في منصبه وجددت سيقطها بلجنة شاربونو على رغم قياب مصدقية مارتين دومو واعلنت ان كاباك بحاجة الى لجنة تحقيق كهذه في تحقيق لهيئة الاذاعة الكندية ان اكثر من ربع الاشخاص المستهدفين في التحقيقات حول الغش في بيانات الحصول على الجنسية الكندية هم من اللبنانيين وكانت ازارة المواطنية والهجرة الكندية قد استهدفت اكثر من ثلاثة الاف ومائة وستين شخصا للتحقيق حول الاحتيال للحصول على الجنسية وازهر تحقيق تلفزيوني بث عام 2009 ان عددا من اللبنانيين حصلوا على الجنسية من خلال اظهار وجودهم في كندا وغالبية هذه الحالات كانت تتم عن طريق مستشارين للهجرة واضح المحام جوزيف دورة ان هذه الظاهرة لا تطال جميع اللبنانيين وللحكومة الكندية تشدير رقابة على المعابر الحدودية خاصة للمقيمين الدائمين وانعرب عن امله ان تزهر الحكومة الفيدرالية بعض التساهل استمعت لجنة شاربونو بعد ظهر امس الى شهادة ازابال توبان الرقيب المشرف التي قارت تحقيق مجموعة مارتو في ملف المشروع السكني فوبور سانتركور وكانت المفوضة فرانسين شاربونو قد امرت بحظر نشر شهادة توبان بناء على طلب من محامي فرانك زانبينو المتهم بهذه القضية وانه يمكن الاعلان عنها بعد انتهاء توبان من الادلاء بشهادتها وفي مرافعة محامي الدفاع عن زانبينو طلب انه طلب على منشر شهادة توبان كانت بهدف تمكن موكله من الدفاع عن نفسها امام هيئة المحلفين كما اشتكى المحامي من عدم حصوله على التفاصيل التي سيتم تناولها في شهادة توبان وانه لم يتلقى اية معلومات عن تحقيق مجموعة مارتو في دراسة اجراها المعهد الكندي المعلومات حول الصحة نشرت يوم امس تبين ان الاطباء في كبك يحصلون سنويا على 85% مما يحصل عليه نزراؤهم في انتاريو على رغم الزيادات على الاجور بين عامي 2007 و2011 والتي بلغت 30% وازهرت الدراسة ان حوالي 16 الف طبيب في كبك تقاض كل منهم ما معدله 250 الف دولار سنويا بعد الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع نقاباتي الاطباء في كبك وتسمح الدراسة باجراء مقارنة موضعية بين الاجور فمعدل الاجر السنوي لطبيب الاقتصاص في كبك 280 الف دولار بينما يبلغ 350 الف دولار في باقي المقاطعات الكندية ومن الملفت انه على رغم من تدني الاجور نسبيا في كبك فان واحدا بالمئة فقط يغادر المقاطع سنويا مما يعني ان نوعية ظروف العمل لا تقتصر فقط على الجانب المالي في المتفارقات استقال محاميات سجين عمر خضر بعد ان استدعى من جديد محاميه السابق دونيس ادني والذي كان قد سرحه في ااب 2011 والمعروف عن خضر انه قام بتبديل العديد من المحامين في السنوات الاخيرة وعمار خضر من مواليد تورونتو كان قد اقر بذنبه بعد ان اتهمته المحكمة العسكرية بطلب من البنتاجون بقتل احد الجنود الامريكيين في افغانستان عام 2002 عندما كان في الخامسة عشر من عمره ويحاول الحصول على اذن بالخروج المشروط الا ان محاميه يرى ان ذلك لن يكون ممكن قبل عامين لم تتردد المعارضة بزعامة حزب المحافزين في مقاطعة اونتاريو بالرد بسرعة على انقفاض العجز في اونتاريو اصرح الناتق رسمي للشؤون المالية فيك فيدالي انه يكفي دراسة وتحديل حسابات السنوات التسع الماضية كي نرى لأي مدى لم تحسن الحكومة ادارة الشؤون المالية في المقاطعة وكانت حكومة مقاطعة اونتاريو قد اعلنت يوم امس انها تجاوزت الاهداف التي وضعتها لتقفيد العجز والذي بلغ 11 مليار و900 مليون دولار للسنة المالية الحالية ويذكر ان اونتاريو هي المقاطعة التي تسجل العجز الاكبر في البلاد ادت عملية سطو فاشلة لاحد محلات المجوهرات على تقاطع جدتي كوروس وسين روك في منطقة بارك اكستنسيون في موريال الى جرح ثلاثة موظفين بالسلاح الابيض اصابة احدهم بالغة لكن ظروف الحادث غير واضحة ويجري البحث عن اثنين من المشتبه بهم حيث تحاول الشرطة وضع رسم تشبيهي لهما ينظم الحزب الديمقراطي الجديد امثية ثقافية اليوم الاربعاء عند السادسة مساء لدعم هيئة الاثاعة الكندية ردا على التخفيضات التي طالبت بها الحكومة الفدرالية والتي تطال هذا القطاع والبالغة 10% مما يعتبر تدميرا لهذه المحطة التي ترمز الى التنوع والمميز والابداع وسيشارك في هذا الحدث على الكبير من الفنانين وشخصيات ثقافية ووسائل اعلام اجتماعية في اطار التضامن مع هيئة الاذاعة الكندية انتهى الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة